موضوع النفط وقفتوه هسا قرار المحكمة الاتحادية اوقفت تصدير نفط اقليم كردستان هسا الخلاف مو على تصدير النفط لا الخلاف على قرارات المحكمة الاتحادية اللي ضربت بها الدستور عرض الحائط واللي اخذت دور التشريع هو دور دورها مو تشريعي مو من صلاحياتها ان توطن رواتب موظفي الاقليم هاي النقطة الاولى سادة علي مو من صلاحياتها ان تلغي مقاعد او التمثيل للمكونات باقليم كردستان هذا التفرد اللي قصدر رئيس مسعود بارزاني التفرد من خلال محكمة الاتحادية شوف الاطار هو بيته او سقف اللي ممكن ان يعود الى لكن لا الكرد ولا السنة ولا حتى التياري الصدري هم يتفقون معاكم بهذا الرأي مو فقط الكرد استاذ علي سيد الكريم الثلاث اللي ذكرته من كان التيار الصدري الذي ابتعد عن السياسة والسنة الذي قد يتمثل وهذا ليس بصحيح ان يتمثل بالحلبوسي والديمقراطي كان هناك تحالف ثلاثي هذا التحالف الثلاثي الذي كان ولا زال قائما خاصة بعد ان اقيل او ابعد السيد الحلبوسي عن ساحة البرلمانية واصبح هناك تحالفا قد يكون خفيا مرة اخرى ما بين الحلبوسي والتيار الصدري وكذلك السيد برزاني الذي لحد الان هذه الاتفاقات قد تكون بالخفاوة سوف تظهر في الوقت القريب احتمال بان هناك اتفاق ثلاثي ايضا مخفي خصوصا قد يكون قبيل الانتخابات القادمة اما في ما يخص سؤالك سيد الكريم سيد علي اسود علي شغل المحكمة الاتحادية أبدا انسحاب التيار الصدري جزء كبير منه بسبب قرارات المحكمة الاتحادية والثلث المعطل اقصاء الحلبوسي جزء كبير من عنده المحكمة الاتحادية اقصاء الكرد من خلال توطين الرواتب وأبعاد أو انهاء تنثيل المكونات جزء كبير من عند المحكمة الاتحادية استاذ محمد إلى من نلتجه في حال بأن الكرد لا يقبلون بالمكاشفة والمصارحة والمشاركة الحقيقية إلى من نلتجه هناك سقف قانوني وضع في الدستور المحكمة الاتحادية الذي يروج لها أو يعطي لها بأن ذلك دعاوة هذه الدعاوة تشمل الكيامات السياسية تشمل الشخصيات تشمل إلى مستوى قد يكون وزراء أو دون ذلك أو أعلى من ذلك فيا سيد الكريم هذا النظام موجود في كل البلدان بأن ذلك محاكم هذه المحاكم تأخذ على عتقها أن تميز ما بين الحقي والباطل وتميز ما بين الصالح والطالح وتميز ما بين الشائب وغير الشائب